السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول سلاحه في خضير يهدد حاملة الطائرات الأمريكية إزينهاور وكالة إسو شتيتد بريس الأمريكية إن البحارة على متن حاملة الطائرات وصفر الحرب المرافقة لها قضوا أربعة أشهر متواصلة في البحر يدافعون ضد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المهاجمة التي يطلبها العوثيون وذكر تقرير للوكالة الأمريكية إن البحارة يواجهون الآن وبشكل مستمر تهديدا جديدا يتمثل أو يتمثل في قوارب سطحية مسيرة سريعة يتم إدلاقها عليهم عبر الماء ونقلت الوكالة عن الأدميرال الركن مارك ميغز جائد مجموعة ضربات الحاملة الثانية التي تضم إزينهاور كسفينة الرئيسية قوله إنه تهديد غير معروف ولدينا قليل من المعلومات عنه ويمكن أن يكون قاتلا بشكل متضرف قارب سطحي مسير وأضاف ميغز الحوتيون لديهم طرق للتحكم فيها بنفس الطريقة التي يفعلون بها بالمركبات الجوية المسيرة ولدينا معلومات غليلة جدا حول المخزونات الكبيرة التي لديهم من هذه القوارب السطحية المسيرة وفقا للوكالة فقد بدأ الحوتيون باستهداف السفن العسكرية والتجارية الأمريكية بعد انفجار مميط في مستشفى الأهل في غزة في 17 أكتوبر تشرين الأول بعد عدة أيام من اندلاع حرب إسرائيل وحماس وأعلنوا أنهم سيعاصلون استهداف السفن التجارية والعسكرية التي تعبر المنطقة حتى تتوقف إسرائيل عن عملياتها العسكرية داخل غزة وقد تواجدت حاملة الطائرات إزين هاور في هذه المنطقة منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وبعد الصغون المرافقة لها تواجدت هناك منذ فترة أدول أي منذ شهر أكتوبر تشرين الأول والذي لا يزال قيد التضوير يشكل غلقا مفقا لما قاله يو إيس في التهديد الناجم عن سفن السطح غير المأهولة الذي قال أيضا إنه أحد أكثر السيناريوهات المخيفة أن يكون هناك سفينة سطحية غير مأهولة محملة بالمتفجرات تستطيع التحرك بسرعة كبيرة أو بسرعات عالية جدا وإذا لم تكن في موقع فورا يمكن للأمور أن تتحول سريعا إلى الأسوأ طبعا هذا الخوف الأمريكي لا يلام عليه لأنهم قدوا معارفين بالحوثيين أجمعهم ويعلمون أنهم لا يخافون أمريكا ولا يخشون من أمريكا وأنهم ماضون فيما قرروا أن يقوموا به أشكركم على حصة امتابعة الإصراء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته